مرة أخرى أظهرت خبث حرب بوتين بالخيار ففضاعات روسيا قد وحدت أكثر دول ذات النية الحسنة التي وقفت مع أوكرانيا إذن نحن هنا لأن القانون مهم ولأن الحق مهم ولأن السيادة مهمة وفي الأيام الماضية بوتين أعطانا كلنا أيضا تقييما للمستقبل ربما عن شهية الاستبداديين الذين يودون مهاجمة الدول المسالمة سنكون أقل أمنا في عالم مع دول كبيرة يمكن أن تهاجم جيرانها الصغار وتغير الحدود بالقوة والشعب الأوكراني الحر لديهم الحق في حكم أنفسهم وفي أن يختاروا مستقبلهم فهذا يشدد أو هذه المعالم الكبرى التي تشدد على النظام الدولي الذي يجعلنا أكثر أمنا وهذه مجموعة التواصل هذه تبقى ملتزمة بهذه المبادئ بغض النظر عن أي معارك فردية ولن نغير دعمنا لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها من طموحات روسيا الإمبريالية القوات الأوكرانية استعملت أنظمة مثل هايمارس التي غيرت ديناميكية الحرب التي بدأها بوتين وهي ساعدت الأوكرانيين في اتخاذ مبادرات في عملياتهم الهجوم المضادة إذن سنستمر في دعم أوكرانيا في قتالها الحالي وأحيي أعضاء المجموعة الذين فعلوا كل ما في وسعهم لإيصال المعدات إلى أيدي القوات الأوكرانية وفي الوقت ذاته فإن حلفاءنا وشركاءنا أيضا يسهرون على أن يبقوا مع أوكرانيا ومع تطور هذا النزاع فإن مهمة المجموعة أيضا قد تطورت إذن هذا يشدد على رؤيتنا وأيضا مساندتنا لأوكرانيا في حاجتها للدفاع عن أراضيها في الأيام والأشهر المقبلة لقد تحدثنا عن طرق لفعل أشياء أكثر لنشجع أو لندعم القوات الأوكرانية وليعملوا بالقدرات الجديدة التي لديهم كما أننا نعمل لأن ننتج أكثر ونسرع في إنتاج المعدات الدفاعية لنسد حاجية أوكرانيا لقد رأينا ما تقدم منذ اللقاء في 28 سبتمبر وحدث تقدم كبير منذ ذلك الحين الدنمارك والمملكة المتحدة يتقاسمان أو تتشاطران العديد من المعلومات وأيضا بالنسبة للمملكة المتحدة وجمعها للأموال لمساندة أوكرانيا وفي إطار مساعدتنا لأوكرانيا ستكون هناك دائما شفافية ونزاهة ومحاسبة واليوم تحدثنا عن المحاسبة التي تستعملها أوكرانيا لضمان بأن كل الأسلحة يتم التدقيق فيها ومعرفة إلى أين تذهب وبناء على هذا الزخم لنواجه التحديات نحن نعلم أن أوكرانيا لا تزال في حاجة لأنظمة دفاعية ومعدات كثيرة مع طبعا قدرات ضرورية أخرى وطبعا لقد تواصل معي العديد من الحلفاء والشركاء وحتى جمعوا من خزائنهم ومن صناعاتهم المحلية لمساعدة أوكرانيا دعوني فقط أثمن دور ألمانيا هنا في تقديم دفاع للنظام والذي كان ضروريا جدا ومهما لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن المدنيين ضد الضربات الروسية وألمانيا أيضا أعلنت بأنها ستوفر أيضا صواريخ أكثر وكل هذا يظهر الدعم المستمر للدفاع الأوكراني وأيضا نثمن دور العديد من الدول التي تلعب دورا لزيادة الإنتاج في أنظمة مهمة جدا وأيضا لزيادة هذا الإنتاج ألمانيا والدنمارك استثمرت في مثلا الإنتاج في سلوفاكيا بالنسبة للهاوزر وهذا يظهر كيف يمكن أن نعمل كثيرا حين نعمل معا هذه المبادرات والعديد من المبادرات الأخرى ستزيد من الزخم وستضمن بأن القوات الأوكرانية مستقبلا ستكون قادرة ولديها القدرة لأن تدافع عن نفسها بعض الدول طبعا أيضا ليست طبعا قادرة على تقديم الأسلحة الفتاكة ولكن نطلب منهم أن يساعدوا في أمور أخرى يحتاجها الأوكرانيون في قتالهم لأن كل مشاركة مهمة وأعضاء هذه المجموعة يبقون متحدين في دعم أوكرانيا في الحق في الدفاع عن نفسها ونبقى متحدين بالتزامنا بالقانون الدولي الذي يشدد على الأمن الدولي ونقف متحدين ضد استعمال الحرب والفضاعة لإحتلال أراض وإعادة رسم حدود وخرق سيادة الدول المسالمة وكما قال الرئيس بايدن نقف متحدين ضد السياسات الدولية للخوف والغزو شكراً والآن الجنرال ميلي ربما يذكر بعض الكلمات شكراً وزير أوستن وأشكركم لقيادتكم لهذه المجموعات الاتصال هذه التي لم تكن توجد لولا الوزير أوستن وأود أن أشكر أيضاً وزير الدفاع الأوكراني ترجمة نانسي قنقر